اشتركوا في القناة ويقلوا من عبوديتنا الحاضرة إلى الحرية كانت سنة 1907 والمحام الشاب من الهند كان مهندس غندي قاد غندي مواطنيه الهنود في نضال اللاعنف ضد القمع العنصري لمدة ثماني سنوات تظاهروا نحو الأرض الممنوعة وأحرقوا أوراق تسجيلهم توقعوا أن يعتقلوا ولم يخب ظنهم قال غندي إن الرفض اللاعنفي للتعاون مع الظلم هو السبيل للتغلب عليه لقد أطلق اسماً على سلاح اللاعنف ساتياجرا التمسك بالحقيقة في كل عقد وفي كل قارة اعتمد ضحايا الانتهاد استراتيجية غندي ليناضلوا من أجل حقوقهم وحريتهم اللاعنف يعني الرد والمواجهة لكن بأسلحة أخرى القوة التي اكتشفها غندي غيرت القرن العشرين الهند جوهرة أكبر إمبراطورية استعمار في العالم حكمت بريطانيا الهند أكثر من مئة عام لكن سنة 1930 عرف اللورد أيروين نائب الملك أن الأزمة وشيكة أزمة لن يعود معها للقوة العسكرية لبريطانية جبروتها المعهودة خصم أيروين هو مهندس غندي رجل اسمه مرادف لللاعنف منذ عودة غندي من جنوب إفريقيا أصبح الشخصية السياسية الأكثر تأثيرا في بلاده لقد فاهم أن السيطرة على الهند هي رهن التعاون الهندي لا الإكراه لبريطاني قال كيف يمكن لمائة ألف جندي بريطاني السيطرة على ثلاثمائة وخمسين مليون هندي حينها مائة ألف جندي بريطاني قال غندي سنتوقف عن فعل ما يريدنا البريطانيون أن نفعله ستتوقف الأمة وسيكون هناك عسيان مدني على صعيد شامل رحب العديد من الهنود بالصراع وكان على غندي أن يجد وسيلة ليستعمل طاقتهم إلى أقصى حد اعتزل غندي في مقره على نهر سابارماتي قرب الساحل الغربي للهند في الأشرم أي المجتمع الروحي الذي كان يعيش فيه بدأ فترة تأمل بحثا عن استراتيجية لا عنف للوصول إلى الحرية طوال أسابيع بقي وحده في معتزله الوسيط ولم يبح بشيء مما كان يفكر فيه لقد قالوا حتى إن غندي عاش نرايان دي ساي في أشرم غندي خلال تلك الأسابيع الحاسمة قال البعض إنه رجل ذكي جدا لم يكن يريد أن تعرف الحكومة البريطانية ما الاستراتيجية التي كان سيتبعها طوال الوقت كان يقول لا أنا أنتظر وحسب أنتظر النداء وأعرف أنني سأسمع الصوت الداخلي في شباط فبراير اتخذ قراره كانت سيبدأ بتحدي الضريبة والاحتكار لبريطانيين على الملح وفي الثاني من أذار مارس رسل نائب الملك اللورد ايروين شارحا ظلم قوانين الملح وقائلا إنه سيذهب إلى الشاطئ ليصنع الملح بطريقة غير قانونية قال إنه سيدعو كل الهنود ليحظو حذوه وناشد ايروين التفاوض بعد أيام قليلة وصلت رسالة من مساعد ايروين تبلغه أسف نائب الملك لخطة عمل غاندي أرسل غاندي فرقا استطلاعية لاختيار شاطئ حيث سيبدأ العسيان المدني في خطاباته ومقالاته هاجم قوانين الملح مشددا على الظلم وخاصة نحو الفقراء كان يعرف أن الملح سيكون رمزا قويا كل إنسان بحاجة إلى الملح لا يمكننا العيش من دون الملح لذلك أراد الضربة على الوتر الحساس في قلب كل هندي إن هناك شيئا لا يستطيع أي من الاستغناء عنه فلما يفرضون الضرائب عليه كان غاندي يتمتع بغريزة للمسرح السياسي وقد بدأ رسم طريق من معتزله إلى البحر كان هو ومتطوعوه سيمشون حوالي 240 ميلا وكان يقول إن السير لمدة شهر تقريبا سيزيد الحمسة وعدد الرغبين بسماع رسالته لكنه توقع أن يلقو القبض عليه قبل الوصول إلى الساحل لم يكد نور الفجر يبزغ في الثاني عشر من أذار مارس حتى بدأت الإثارة الكبرى كان غاندي في الستين من العمر والأكبر سنا بين المتظاهرين الثمانية والسبعين انضم الآلاف إلى المسيرة ومن بينهم مراقبون من الشرطة لكن الحكومة لم تحاول التدخل قط كانوا يخشون أن تتسبب شعبيته باندلاع أزمة عنف لذا فكروا بإيجابيات وسلبيات توقيفه وقللوا من أهمية التظاهرة ضد الملح وقالوا ستفشل وقالوا إن غاندي سيبدو كالأحمق في النهاية فإن تابع التظاهر ولم يخرق أي من القوانين فلا يمكنهم توقيفه فما سيكون سبب توقيفه أراد غاندي أن يوقفوه لكن ليس باكرا فكلما طالت المسيرة انتشرت الأخبار أكثر عن عمله كانت رسالته تستهدف من معه وبقية العالم أيضا من خلال عشرات السحفيين الذين انضموا إلى المسيرة في خطاباته كان يسر على القول يجب أن لا نكره البريطانيين فهم لم يأخذوا الهند منا نحن الذين أعطيناهم إياها كان غاندي كما عرفته في صغر شخصا يعجب المرء به ويعتبره مثاله الأعلى كان بمثابة قديس كان قديسا لأنه أولا كان يرتدي ثيابا كما القديسون وثانيا بدت الأمور التي كان يقولها قريبة من القداسة من ناحية أخرى بينما كنت أكبر كنت أراه تلميذا يتشرب التاريخ البشري كان رجلا يفهم النفس البشرية بعمق كبير وشمولية كان يفهم فكرة العدل البريطانية فهم ذلك وعرف كيف يتعامل مع تلك الفكرة بالرغم من أن بريطانيا لم تتردد قط في استعمال القوة إلا أن حكامها كانوا فخورين بحكمهم المستنير وبالتعاون الذي كانوا يحصلون عليه من المسؤولين الهنديين كان غاندي ينوي القضاء على القبول الهندي بالحكم الأجنبي خلقت مسيرة الملح معضلة فإن ألقوا القبض عليه فستعترض الهند بكاملها على ذلك وإن سمحوا له بتحدي القانون علنا فسيفقدون السيطرة البريطانية وربما بشكل نهائي في كل خطاب كان غاندي يشرح قوة المقاومة اللاعنفية طلب من القادة المحليين الاستقال من وظائفهم في الحكومة مشددا على أن البريطانيين لن يتمكنوا من فعل شيء إن رفض الجميع التعاون كان يطلب من المسؤولين في القرية الاستقالة من مناصبهم ومائة وأربعون نفذوا الطلب لماذا طلب منهم الاستقالة؟ لأن الحكومة حكومة أجنبية تدير البلاد لمصلحتها الخاصة فما فائدة خدمتها؟ بقي غاندي ملتزما بجدول أعماله متحديا الشائعات حول تدهور صحته في كل محطة له كان يسأل كم من مسؤول محلي استقال من منصبه الحكومي؟ كم قرويا يرتدي الكادي وهو قماش قطني من صنع اليد يشكل الزي غير الرسمي لحركته؟ طلب غاندي من الهنود عدم شراء القماش المستورد فكان يغزل القطن ساعتين يوميا ليصور في إطار فعلي ملايين الوظائف التي فقدت نتيجة لاستراد القماش البريطاني كان غاندي يقول إن غزل كل هندي في وقت واحد فأغنية المغزل ستصبح أغنية الحرية كان ينام فقط أربع ساعات في اليوم إذ إنه كان عليه إقناع آلاف المتطوعين بأن يعتقلوا وأن يدخلوا السجن وإلا فسيكون الفشل نتيجة مسيرته الطويلة كان غاندي رجلا يعرف كيف يلفت الانتباه الكلي لرسالته ويمكن القول إنه كان أكره استعمال الكلمة لكنه كان أحد أعظم رجال الإعلان في الهند وفي مسيرته قبل وقت طويل من مسيرة مارتن لوثر كينغ إلى واشنطن كان غاندي مطلق هذه الفكرة وبينما كان يسير بدأ الناس يتناقلون الأخبار ويقولون إنه يسير في تظاهرة وسيتحدى القانون لننضم إليه لنظهر للبريطانيين من دون أن نواجههم أننا أصحاب رأي وقرار وأننا لسنا مجرد عبيد وبالفعل حتى أنا الذي كنت تلميذاً في ذلك الوقت اقشعر بدني حين أدركت أنه يقترب رويداً رويداً من الهدف وعرفت أنه عندما يحمل حفنة الملح سيعتقل في اليوم الرابع والعشرين اقترب المتظاهرون من البحر وظهر هذا العنوان في صحيفة أمريكية كما خسرت بريطانيا أمريكا بسبب الشاي فهي على وشك أن تخسر الهند بسبب الملح عشية خرق القانون التق غاندي 12 ألف متظاهر على الشاطئ فقال لهم احملوا الملح بين أيديكم وفكروا بأنه يساوي 60 مليون روبي هذا ما كانت الحكومة تأخذه منه عبر احتكار الملح فجر السادس من نيسان إيبرل انحن غاندي وحمل حفنة طين وملح عندها صعيقت البلاد لخبر خرق غاندي قانون الملح ومشى الآلاف إلى الساحل ليحذو حذوه وصف جواهر لالنهرو رئيس وزراء الهند المستقبلي الوضع قائلا بدا كأن نبعا قد تفجر فجأة في كل البلاد كانت صناعة الملح هي الموضوع الأساسي لم يكن مهما ما إذا كانت المادة سيئة أم جيدة المهم كان خرق قانون الملح المريع ولقد نجحنا في ذلك لم يكن البريطانيون قد توقعوا النجاح الهائل الذي لاقته تظاهرة الملح لقد شكك العديدون بالأمر وقالوا أي عمل هو هذا؟ لا يمكن الإطاحة بالملك عبر غلي ماء البحر في إبريق ذلك كان الافتراض السائد لكن في صراع اللاعنف إن رؤية القائد هي المهمة ما الذي سيحرك الناس؟ ما الذي سيجعلهم يشعرون بأن هناك قضية يناضلون من أجلها عبر اللاعنف؟ بينما عمت حركة غند البلاد فوجئ هو لعدم توقيفه فبدأ يزور القرى الواقعة قرب البحر ويشجع على العسيان المدني وقال إن هذه ليست سوى البداية اليوم نتحدى قانون الملح وغدا سنرمي القوانين الأخرى في سلة المهملات سنظل نمارس عدم التعاون إلى أن يصبح من المستحيل على الإدارة المتابعة عندما يكون المرء غير عنيف فكيف نهاجمه؟ كيف نقابل تحديه؟ ما يمكن فعله هو أن نسجنه وإن سجنناه فستزداد شعبيته لا يمكننا استعمال السلاح ضده ولا يمكننا استعمال العنف ضده إذن فقد كان شخصاً قد طور تقنية تفوق بقوتها قوة البريطانيين أبرق اللورد إيروين إلى لندن من الحكومة في نيو ديلي إن نفوذ غاندي الشخصي يهدد بإحراج الإدارة وبدأ في بعض المناطق يقود سلطة الحكومة كان مقر غاندي على الشاطئ بعد شهر على التقاطه أول حفنة من الملح أعلن تصعيداً للوضع واستولى هو والمتطوعون على مراكز صناعة الملح الحكومية في بلدة داراسان المجاورة قرابة منتصف الليل في الرابع من أيار مايو كتب إلى اللورد إيروين مقدماً ثلاثة وسائل لإيقاف الهجوم على مصانع الملح وضع حد لضريبة الملح أو إيقاف الفريق المهاجم أو كسر رؤوس أفراده ثم أنهى الرسالة وخلد للنوم في الصباح التالي زوج غاندي في السجن وكم أفرحه ذلك سبب الاعتقال عاصفة حقيقية وفي مدينة تلو الأخرى جمدت الحياة اليومية جموداً كاملاً أعلن اللورد إيروين استراتيجية الضغط الثابت وكان يفترض بالشرطة استعمال أدنى حد من القوة أصدر إيروين أوامر طوارئ فقد منع اللقاءات السياسية وفرض الرقابة على الصحافة ومنع عمل لجنة الكونغرس الوطني الهندي باءت خطة إيروين لتفادي القمع بالفشل بعد أن مهدت الأوامر الجديدة فرصاً لخرق القانون أعتقل الألاف وكان هذا بالضبط ما يريده غندي أتت مجموعة من رجال الشرطة لإعتقال والدي وكان البعض مننا نحن الصغار يلحق بشاحنة الشرطة وبدلاً من أن نقول إلى اللقاء أبي أو ما شابه كنت دائماً أقول له أبي هذه المرة ليس أقل من سنتين وهذا يعني لا أريدك أن تسجن أقل من سنتين كان بمثابة افتخار أن يكون والد الشخص محكوماً عليه بسنتين أو بثلاثة أشهر أو ما شابه إذن كانت أفكار غندي قد ترسخت حتى عند الصغار في ذلك الوقت شن أتباع غندي هجوماً على مصانع درسانة للملح من دونه وأقادت الحصارة شاعرة مشهورة اسمها ساروجيني نايدو وقالت لأتباعها يجب أن لا تلجأوا إلى العنف مهما كانت الظروف سيضربونكم لكن يجب أن لا تقاوموا لا ترفع يداً واحدة حتى لرد الضربات بعد عشرة أيام من المنوشات واجه 2500 متظاهر الحراس مواجهة مباشرة هاجمت الشرطة المتظاهرين بعصي مزودة بالفولاذ واسمها لاتيز كان ويب ميلر وهو مراسل لدى يونيتد بريس شاهداً على ما يحصل كانوا يسقطون أرضاً كالقوارير الخشبية كنت أسمع ضربات الهروات على جماجمهم والذين كانوا يضربون كانوا يسقطون منبطحين فاقدي الوعي أو متلوين ألماً جراء تحطم جماجمهم نشر تقرير ميلر في حوالى 2000 صحيفة وقرئ بصوت مرتفع في مجلس الشيوخ الأمريكي شرح أحد المتظاهرين ما يلي كان هدفنا الوحيد أن نظهر للعالم براثنا الحكومة وأن يابها بكل شراستها وقبحها وفي هذا كان النصر حليفنا الصيف في عزه والنضال في أوجه حتى بوجود غندي ومعظم القادة الوطنيين في السجن كانت الحكومة قد فقدت السيطرة على المدن الرئيسية بدأت تقارير الصحف حول وحشية الشرطة تؤذي القضية البريطانية تماماً مثل حملة المقاومة أبرق أيروين إلى حاكم بومبي قائلاً أنا واثق من أن الاتهامات المتعلقة بالعصي الفولاذية هي ما يريده أعداؤنا ويجب أن نجد طريقة تحرمهم هذا الامتياز في تموز يوليو أعلنت الحكومة عن اعتقال حوالي 17 ألف مقاوم مدني كان هدف غندي في ملء السجون أكثر من تضحية ذاتية كان عصياناً جماعياً وقد بدأ يسبب تأكل السلطة البريطانية بشكل ثابت وأكيد إن كانت السلطة تتمتع بالقوة فستظل تتمتع بها إلى حين بقاء الطاعة لكن فوراً تزول الطاعة لحظة عدم الانصياع للقوانين لحظة لا يعود هناك إذعان لأوامر السلطة تختفي قوتهم كان هؤلاء الذين لم يتمكنوا من تحمل صعوبة السجن يساعدون في النضال فقد بدأوا بمقاطعة المتاجر التي تبيع السلع البريطانية أو المرابطة أمامها حين تردت المبيعات أطلق اللورد إيروين أمراً بمنع الترهيب بهدف الحظر على المرابطة والنتيجة كانت المزيد من الاعتقالات والمتفرجون يهتفون انخفضت تجارة بريطانيا مع الهند بنسبة 25% وفي شهر كانون الأول ديسمبر أقفلت ثلاثة أربع متاجر القماش الأجنبي في كانون الثاني يناير رأى رئيس الوزراء البريطاني رامزي مكدونلد أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لوضع حد لهذا الوضع وأمر بإطلاق صراح غندي والقادة الآخرين بقيت الحركة الوطنية قوية بينما تم الاحتفال بإطلاق غندي لكن القائد كان يعرف أن جنوده المشات بحاجة إلى الراحة وفي الرابع عشر من شباط فبراير أعلم اللورد إيروين أنه مستعد للمفاوضة لكنه أصر على أن تستمر صناعة الملح والمقاطعة خلال المحادفات في قصر نائب الملك في نيودالهي كان غندي أول هندي يلتقي مع حاكم بريطاني من الند للند دامت المفاوضات الثلاثة أسابيع ورفض إيروين منح غندي الموافقة على قوانين الملح واستيراد القماش فقد كان ذلك تنازلا من شأنه إبعاد المتعاونين الهنود أمن غندي إطلاق صراح السجناء السياسيين ورفع الأوامر القمعية وبعدها ألغى العصيان المدني لكن المسائل المتعلقة بالدستور تأجلت لمحادفات لاحقة في لندن كان هناك أشخاص كثيرون غير راضين عن الوضع فقد رأوا أن غندي تنازل كثيراً وبالغ فيما فعله لكن غندي كان يصر على القول إن هذا التحرك ليس عبثياً لأنه يدرب الناس عبر مثل هذه التحركات ولا يمكن الحصول على كل شيء دفعة واحدة على المر أن يساوم وأن يستجمع قواه للخطوة التالية بعد سنة على تظاهرة الملح بقيت لاعة للحكم البريطاني لكن غندي نزع الشرعية عن السلطة البريطانية في الهند من خلال فتح الظلم ووضع حد للقبول الهندي بالحكم الأجنبي كان قد جعل الشعب يدرك قوته ووضع الهند على الطريق نحو الاستقلال منحت بريطانيا الهند الاستقلال بعد ست عشرة سنة أي سنة 1947 في غضون سنة كان غندي قد اغتيل لن تنحصر إنجازاته في الهند فقد كانت رؤيته وممارسته للصراع اللاعنفي مثلا تحت ذيه الأجيال المستقبلية لقد قال إن التقنية في صراع اللاعنف هي في المرحلة نفسها كما الكهرباء في عهد أديسون بحاجة إلى التطوير والصقل بعد ستين سنة على انتشار أفكار غندي في جنوب إفريقيا وجدت لها أتباعا جددا في الجنوب الأمريكي كان طلبة جامعة فيسك أثناء وجودهم في حرم الجامعة بعدين عن تأثير التمييز العنصري لكن عند ذهابهم إلى وسط المدينة كان يصدم العديدون بالنظام الجنوبي طرعرات في مدينة شيكاغو المنقسمة على أساس عرقي وبالرغم من أنني عانيت التمييز العنصري هناك إلا أنه لم يكن بهذا الشكل الصريح مع اللافتات على ينبيع المياه والمراحيد كان ذلك مذلا كانت ناشفيل مدينة منقسمة على أساس عرقي كانت تشبه جوهانسبورغ في قمة الفصل العنصري كانت مدينة عرقين وكان الاتصال معدوما بين مجتمع البيض ومجتمع السود في المدارس والأحياء ومراكز العمل والكنائس كانت ناشفيل منقسمة كلياً على أساس عرقي والمذهش أن معظم السكان كانوا راضين وسعداء كان الطلاب في الكلية الممدنية الأمريكية في شرق ناشفيل يعرفون أن ثمة من يتحدى تمييز العنصري عمل البعض لمواجهة القمع العنيف والتصفية التي يتعرض لها السود خارج إطار القانون وأرادوا الانضمام إلى النضال في المدارس علمونا أموراً عن إعلان الاستقلال وحقوق الإنسان والدستور لكن في العالم الحقيقي كانت الأمور مختلفة لكن سرعان ما أعطت جيمس لوسون وهو قص ميثودي من أوهايو طلاب ناشفيل فرصة للمشاركة كان لوسون الدافئ اللسان في الثلاثين وقد أمضى ثلاث سنوات يدرس في الهند حيث درس أعمال مهندس غندي في كنيسة صغيرة قرب حرم جامعة فيسك افتتح لوسون سلسلة من حلقات الحوار المسائية حول أعمال لا عنف الليلة سنحاول تحقيق عمل مهم جداً كان لوسون يعمل بهدوء وكان هدفه يخطف الأنفاس إلغاء التمييز العنصري وقد جذبت صفوفه ألمع الطلبة في ناشفيل كان لدي صديق من ألباما هنا في نيسان إبريل وقد أخذته مجموعة الكوكلاكس كلان وضربوه بالسلاسل وأوثقوه بشجرة كنت أعتقد أن اللاعنف لن يجدي نفعاً لكنني بقيت في حلقات الحوار لسبب واحد وهذا لأنها كانت المجموعة الوحيدة التي حاولت منهضة التمييز العنصري حسب علمي بدأ يصلي ويقول ربي اغفر لهم كان مارتن لوثر كينغ الإبن قد شجعت جيم لوسون ليأتي إلى الجنوب وكان يقول إن الحركة بحاجة إلى قادة يفهمون استراتيجية اللاعنف وتكتيكاتها واعترضوا قائلين إنه لا يمكنه تلاوة هذه الصلاة لكن آخرين أجابوا بأن الرجل المقبل على الموت من حقه الصلاة فسبب هذا انقساماً فيما بينهم أخذنا المجموعة بكاملها عبر رؤية شمولية لللاعنف تاريخه وجذوره في الكتاب المقدس وفي المعتقدات المسيحية وسبل اللاعنف فيها أخبرنا قصص اللاعنف وأنا شددت على فكرة غاندي في أننا ننخرط في تجربة قد يتأثر المعتدي أكثر إن نظرتم مباشرة في عينيه وهو يضربكم على خدكم إن مفهوم اللاعنف بالنسبة إلى البعض هو إن ضربهم أحد على خدهم الأي من أضاروا له الأيسر ولم يفعلوا شيئاً لكن اللاعنف عن النضال النضال يكون لهدف آخر وبأسلحة أخرى في البداية يكون النضال في التغلب على ذلك الشخص وهذا هو القتال الحقيقي وهو أكثر قوة ووقعاً من القتال الجسدي جيم إن تعرضنا للضرب فماذا يجدر بنا أن نفعل؟ قلنا إننا سنلغي التمييز العنصرية من ناشفيل وكانت خطوتنا الأولى تقضي بإلغاء التمييز من المقاهي وبالطبع لقد كانت تلك الخطوة الغندية الأولى التي قمنا بها وهي أن نبحث ونتفحص ونركز على قضية وأن نختار هدفاً وقضية قبل أشهر من الذهاب إلى قاعات الغداء بدأ لوسن يهيئهم مجموعة من الزنوج انظروا إلى هؤلاء الأربع المصطفين هنا مرحباً يا ابنة الأدغال إنه داكن إلى حد أن المكان كله يبدو مظلماً كان يريدهم أن يختبروا الاعتداءات الجسدية والكلامية وأن يتعلموا كيفية مقاومة الرغبة بالهروب أو بالرد هفههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لا يمكنك التظاهر بمعاية 25 شخص وأن تفعل ما يحلل لهم فعله فيجب عليهم أن يتمتعوا بالانضباط المشترك وهذه هذه كلمة مهمة جدا بالنسبة لي فالصعوبة في التعامل مع الأشخاص غير العانفين وجهودهم تكمن في أنهم لا يدركون ضرورة الانضباط والتدريب الصارم ووضع الاستراتيجيات والتخطيط والتوظيف والقيام بجميع الأمور اللازمة لتكوين حركة ما فلا يمكن لذلك أن يحدث بشكل عفوي ويجب أن يتم بشكل منظم وهكذا أعد أول اعتصام لهم يوم السبت حين كان من المؤكد أنهم لن يمر مرور الكرام أمضينا ساعات طويلة من توقع بعض المعارضة وعرفنا أن هذا من بين الأمور التي كانوا سيقولونها لا نريد أن نجلس قرب أشخاص قادرين ونحن نتناول الغداء وقد أردنا مكافحة ذلك عبر انتقاء لباس معين لنا جميعا قيل لنا إن هناك احتمالا بأن يوقفون لكننا ذهبنا إلى المطعم وجلسنا جلسنا وبقينا جالسين بطريقة مرتبة ومهذبة جدا لم يفاجأوا حين رفضوا خدمتهم قلت أنا آسفة لأن الإدارة لا تسمح بخدمة الزنوج هنا سرعان ما أغلق مدراء المتاجر أماكن الطعام لكن الطلاب بقوا حتى وقت الإقفال وهم يقرؤون ويقومون بفروضهم لم يحصل أي عمل عنيف ولم يعتقل أحد احتلت الاعتصامات مكانا متأخرا في صحيفة يوم الأحد يتذكر المحرر جون سيغن تالر ردة الفعل كانت ردة الفعل نوعا من الصدمة لكن كان فيها بعض الفكاهة من يظنون أنفسهم؟ ما الذي يفعلونه؟ كنا نعرف أنها قصة يجب أن تنشر لكننا لم نعرف كيف نغطي الحدث اتخذت الأعمال المحلية موقفا متوقعا أن تغلق أبوابها قبل أن تخدم الزبائن السود بعد أسبوع عاد الطلاب وقد أثاروا الفضول وحصلت مناوشات كلامية لكن لا اعتقالات ما زال البيض يظنون أن الاعتصامات بدعة عابرة لا تكاد تشكل تهديدا للوضع القائم في يوم السبت الثالث كانوا جاهزين لاستهداف مجموعة من ستة متاجر ليحضر الآن كل شخص منكم شريكة أو شريكا يبقى معه لا نريد شخصا أبيض مع أسود من الجنس الآخر لأننا لا نريد خوض تلك المعركة قيل لنا مسبقا ذلك اليوم إنهم سيسمحون لقطاع الطرق بضربنا وبعدها سنعتقل لذلك كان علينا أن نستعد للضرب وللتوقيف كانت تلك حالة صعبة جدا لكنهم في تلك المرحلة كانوا مستعدين لأي حالة طارئة كان في كل مجموعة قائد ومراقبون يتصلون بالكنيسة ليبلغوا عما يحصل كان المراقبون يحملون أرقام هاتف السيارات الإسعاف وكمية كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مع دخولهم إلى المتاجر بقيت الموجة الثانية والثالثة من المتظاهرين بعيدتين عن الأنظار وجاهزتين للدخول عندما يتم توقيف المجموعة الأولى وكما كان متوقعا بقي رجال الشرطة بلا حراك خلال الدقائق الخمس عشرة الأولى دخلت وطلبت من كل واحد منهم منفردا أن يغادر ولكنهم في الحقيقة لم يغادروا فأعطيت الأوامر للرجال بإلقاء القبض عليهم وحين أصبحت المقاعد فارغة جلس عليها شبان وفتيات آخرون من البيض والسود على حد سواء فوجئت الشرطة بذلك ظنوا أنهم وضعوا حدا للأمر وحين استداروا ورأوا أن المقاعد مليئة بالطلاب السود أصبح الواحد ينظر إلى الآخر بطرف عينه وكأنه يقول له هل ترى هذا؟ ما الذي سنفعله الآن؟ وكانت هناك مجموعة أخرى من الطلاب المستعدين للجلوس مكان الآخرين أنت في السجن ترى ما الذي ستفعله أمي حين تسمع بهذا؟ كانت لدينا فلسفة فلسفة قوة اللاعنف وقد شعرنا بأن تلك القوة أشد من قوة كل الشرطة مجتمعة وكل واضعي القوانين وأيضا كل الكلاب أو الهراوات أو السجون كانت طاقتنا واستعدادنا لتحمل الألم يفوقان أية قوة لديهم كانت الاعتقالات الجماعية بمثابة انتصار للطلاب أدرك المراسلون أنهم يغطون قصة ذات أهمية وطنية بدأ الأمر وكأنني مراسل حرب في بلدتي كل ما كنا نعرفه هو أن الحرب كانت هنا وأن سلاحا لا عنف ينتصر على العنف وأنها كانت لحظة تاريخية مهما كانت نتائجها أعتقد أنه كان في ذلك نفحة تاريخية فهمناها جميعا في مقر الشرطة صباح الأثنين كان الطلاب ما يزلون خلف القطبان من حيث المبدأ رفضوا إطلاق صراحهم بكفالة لكن في غضون 48 ساعة كانت حركة الطلاب الصغيرة قد ألهمت الألاف وسرعان منضم مجتمع السود في المدينة إلى النضال عبر التنظيم وجمع المال واستخدام المحامين كان أليكساندر لوبي من بين أشهر المحامين السود في ناشفل وكان قد نظم المحامين المحليين للدفاع عن الطلاب المحتجزين لم يصدق الناس أن هؤلاء الطلاب الشبان الأبرياء والأنيقي الهندام قد زجوا في السجن هذا لم يعجبهم وكان يجري حجد سكان مدينة السود بشكل نشط جدا وانتشرت الحركة عبر مدينة ناشفل كالنار في الهشيم بينما كانت الحشود تنتظر لترى ما الذي سيحصل تكلم العمدة مع المرسلين الصحفيين عبر التشديد على القانون والنظام أظهر العمدة انحيازه لمالكي المتاجر وفي الواقع لم يكن الطلاب المحتجزون قد خرقوا القوانين ولم يكن قد اعتقل أي من المعتدين البيض لم تكن البلدية ولا الشرطة مستعدتين لقمع عسيان مدني جماعي كانوا قد توقعوا أنه عند حصول العنف وبدء الاعتقالات سيندثر تحركنا ويختفي لأنه على أي حال هذا هو هدف العنف هذا هو هدف الاعتقالات كانوا يأملون أنه مهما كان هذا فسيختفي هذا ما ظنوه لكنه لم يحصل بعد أسبوع بقيت الأمور على حالها بينما عاد الطلاب إلى المطاعم كان للبلدية جواب واحد المزيد من الاعتقالات بعد أن أصبحوا في بؤرة الاهتمام الوطني انضم متطوعون جدد إلى التحرك وتوسعت حلقات جيم لوسن لتلبية الطلب عليها عندها شكلت كنائس ناشفيل أماكن لقاءات وزودتهم بالهواتف وآلات نسخ وكان عليهم إرسال رسالة إلى أبعد من ناشفيل بكثير لم نكن نواجه خصومنا المباشرين وحسب كنا إضافة إلى ذلك نتوجه إلى الجمهور العريض إلى الأمة إلى العالم لأن استراتيجية اللاعنف تقضي بتثقيف أكبر عدد من الناس وجلبهم إلى ناحيتنا في الواقع بالرغم من أننا نحن السود كنا أقلية فلم يكن من الممكن إعداد تغيير من دون الأغلبية أو مشاركتها الفعالة حتى عرف الطلاب أن التعاطف وحده قد لا يكون كافياً وهكذا بدأوا تصعيد الوضع مستغلين السخط الذي أثارته اعتقالاتهم استمرت الاعتصامات لكن استراتيجية جديدة أضيفت مقاطعة قطاع المتاجر في وسط المدينة طلب المرابطون من الزبائن عدم دخول المتاجر التي فيها تمييز عنصري أوجد الطلاب تياراً انضم إليه المجتمع بشكل واسع وفي الوقت نفسه حث رجال الدين السود أبرشياتهم على الابتعاد عن قطاع المتاجر في وسط المدينة لقد سمح ذلك للمجتمع بكامله بالمشاركة في التحرك لأن هذا من بين الأمور التي نعلمها نحن في حركة اللاعنف ففي حركة اللاعنف الجميع مدعو للمشاركة يستطيع الأولاد المشاركة والنساء والرجال والشبان والشيوخ بإمكان الجميع القيام بهذا العمل ومع اشتداد قبضة المقاطعة استمرت الاعتصامات والاعتقالات أصبح الصراع واقعاً من وقائع الحياة في قطاع المتاجر في وسط المدينة سببت المرابطة والمقاطعة حركة ارتجاعية عنصرية لكن التظاهرات المضادة ردت النيران بدأ البيض الخائفون يتفادون منطقة وسط المدينة منضمين إلى المقاطعة عن غير قصد حسب عالم اقتصاد في جميعة فسك أن بعض المتاجر في وسط المدينة خسرت حوالى 40% من أرقام مبيعاتها مع اقتراب الفصح لم يحصل الازدياد المعتاد في حركة البيع في صفوف السود وصلت المقاطعة إلى 98% كانت رسالة قوية لمجتمع البيض بأن هناك فرقاً بين التعامل مع هؤلاء الطلاب من السبت إلى السبت واعتقالهم والسماع لهم بالخروج من السجن والحكم عليهم بغرامة 50 دولاراً أو ما شابه وبين النزول إلى الشوارع وعدم إيجاد أي شخص فيها عند الفصح استمر التمييز في المطاعم لكن الاعتصامات وضعت الحقوق المدنية على قمة جدول الأعمال الوطني بطريقة لا مثيلة لها بدأت تنتشر عبر الجنوب استراتيجية جديدة لوضع حد للتمييز العنصري في يوم الأحد للفصح علج البرنامج التلفزيوني الأمريكي واجه الصحافة مسألة المقاومة لا عنفية واقترح مقدم البرنامج أن المقاطعة قد تكون أفضل من الاعتصامات والاعتقالات دكتور كينغ أما كنت لتكون في موقع أقوى لو رفضت الابتياع من كل تلك المتاجر ولو طلبت من البيض في البلاد أن يتبعوك بسبب حقك المعنوي والقانوني في عدم الشراء سيد سبيفاك أعتقد أنه أحياناً من الضروري تعظيم أمر ما لأن العاددين لا يدركون ما الذي يحصل وأظن أن من شأن الاعتصامات تصديط الأضواء على المعاملات المهينة والظلم والسياء الزنوج في نظام كامل من التمييز العنصري كنا قد أعددنا لاجتماعاً عند الساعة السادسة صباحاً وكنت في غرفة نومي ارتدي ثيابي عندها سمعت انفجاراً قوياً سرعان ما عرفت أن منزل المحامي أليكساندر لوبي قد انفجر بالطبع كانت تلك محاولة من العدو لإخافتنا لم يصب لوبي وزوجته بأي أذن لكن كما علم لوسن طلابه قد يرد العنف النيران سعق الانفجار المدينة وأعطى الطلاب فرصة استراتيجية أرسلوا برقية للعمدة طالبين اجتماعاً ونظموا مسيرة صامتة من حرم الجامعة إلى دار البلدية بدأوا بألف وخمسمائة متظاهر وعلى طول الطريق تضاعف العدد كان العمدة بان ويست بانتظارهم دخل ويست جدالاً مع كاهن أسود لكن دايان ناش تقدمت وطرحت أسئلة مباشرة وصريحة سألت العمدة بداية أيها العمدة ويست هل برأيك من الخطأ أن نميز بين شخص وآخر فقط على أساس عرقه أو لونه؟ بذلت قصار جهدي لكي أجيب عن السؤال بصراحة فأنا لا يمكنني الموافقة على أنه يحق لأحد معنوياً أن يبيعهم بضاعة ويرفض تقديم الخدمة لهم كان يجب أن أجيب عن ذلك بتلك الطريقة وسألت ناش العمدة إن كان يوافق على إزالة التمييز العنصري من المطاعم فأجاب أجل لقد كان هذا الأمر أول تغيير كبير يطرأ على مواقف المدينة فبدأت ناشفل في ذلك اليوم بتطبيق الدمج العرقي في مؤسساتها العامة والمحلات التجارية الكبرى واستغرق الأمر ثلاث إلى أربع سنوات حتى تم تطبيق الدمج العرقي في المسارح المطاعم وجميع وسائل النقل العامة ولكن ما أعلام بان ويست لا إن ذلك ليس صحيحاً بدأت عملية التغيير بدأ البائعون والتجار في وسط المدينة يقولون للطلاب سراً إنهم يريدون القضاء على التمييز فبدأ الطلاب وضع خطة لقد ارتاحوا كثيراً عندما اقترحنا عليهم أنه لن يعلن عن انتهاء التظاهرات ولن يعلن أن السود يحصلون على الخدمة كغيرهم ففي غياب الإعلانات لا مجال لوجود السحافة والشرطة حركة بدأت في قبو كنيسة صغيرة في أيلول سبتمبر كانت قد أزالت التمييز العنصري من قاعات الغداء بحلول فصل الربيع بدأوا يزيلون التمييز من مطاعم ومرافق عامة أخرى وقد أظهروا كيفية إلغاء الدعم التجاري للتمييز عبر جعله مكلفاً ومثيراً للجدل كان سلاحاً أثبت قوته مع ازدياد زخم حركة الحقوق المدنية أدركنا أننا نملك الموارد الروحية إلى المهارات النفسية وذلك لنحدث فرقاً في أماكن أخرى أيضاً عرفنا كيف ننظم المجتمع وكيف نقود تظاهر عرفنا كيف نفاوض ونتعامل مع وسائل الإعلام كنا أشبه بالمحاربين في ذلك المجال وكنا مستعدين لكل ذلك كانت أشبه بأكاديمية عسكرية للنخبة لكن للتدريب على اللاعنف خلال بقية العقد حملوا معهم ما تعلموه إلى الجنوب وعبر البلاد بكاملها كتب أحد طلاب ناشفيل متأملاً بما تم إنجازه لا يمكن انتظار الآخرين للقيام بذلك لا يمكن انتظار الحكومة لفعل ذلك يجب التحرك التحرك عبر جهودنا الخاصة وحركتنا ورؤيتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة